تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من القاء القبض على ميم دال أحد الأعضاء البارزين في أحد أكبر عصامات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والضالعة في جرائم إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ عمليات تهريب بين أمريكا الجنوبية وأوروبا داخل شحنات السكر إلى جانب إدارة عدة مختبرات في أوروبا مختصة بفصل السكر عن الكوكايين بعد تهريبه إليها وجاء القاء القبض على العضو البارز في العملية الدولية المسمى بقصب السكر في إطار التعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ونظيراتها في كل من فرنسا وإسبانيا وكولومبيا والتي نتج عنها القاء القبض على 18 فردا من أفراد العصابة الإجرامية في كافة الدول المشاركة